بعد أن تعلمنا كيفية استعراض نتائج التحليل للأعمدة والجسور وكذلك للبراضات نأتي الآن إلى شرح موضوعين مهمين جدا احنا عجلناهم سابقا الموضوع الأول هو معامل تخفيض الجساء أو تخفيض عزم القصور الذاتي للعناصر والموضوع الثاني هو التحرير العزوم لكن في هذا الجسد فنتناول فقط الموضوع الأول الذي هو تخفيض الجساءات احنا طبعا فيما يتعلق بتخفيض الجساءات أو عزم القصور الذاتي عندما كنا نعرف المقاضع مثلا بالنسبة للأعمدة والجسور كان لدينا هنا خيار الذي هو بروبرتي مودفاير وطبعا هذه النقطة احنا عجلناها عندما تكلمنا عن تعريف مقاضع الأعمدة والجسور وسوف نأتي للتوضيحة الآن ايضا عندما عرفنا مقاضع البلاضات من ديفاين سكشن بروبرتي سلاب سكشن ايضا كان لدينا هنا عندما نضيف اي مقضع البلاضة لدينا خيار المودفاير يظهر معنا هذه النافذة وهي التي نستخدمها لتخفيض جساءة البلاضات او الاساسة طيب قبل ان نتناول شرح هذه النوافذ وهذه المعاملات كلها وكيفية تطبيقها في البرنامج سوف نأخذ اولا في الجانب النظري انه احنا متى نستخدم معاملات التخفيض يعني متى نخفض الجساءة للمقاضع وايضا ما هي المعاملات التي سوف نستخدمها للتخفيض لكل عنصر على حجة طيب ليكون لدينا مثلا هذا الجسر طبعا هذا الجسر سوف نفترض انه بيتم صب في الموقع وهذا يكون لدينا هنا عمود وهنا عمود طيب هذا الجسر سوف يمر بمراحل من بداية الصب وحتى الوصول الى الاحمال القصوى المرحلة الاولى ان هذا الجسر بيتم فك الشده الخسابية من اسفره وبالتالي يصبح معرض لعزم او انحناء بسيط جدا ناتج من الوزن الذاتي للجسر وبالتالي يصبح الجسر هنا ممكن نرسم هنا اذيو اسمه المحور المحايد حيث تصبح المنطقة هنا التي في الاسفل هي منطقة تتعرض للشد والمنطقة التي في الاعلى منطقة تتعرض للضغط لكن الجسر في هذه المرحلة لا زال يعمل بكامل مقطع اي انه لم يحصل هنا اي تشققات والسبب في ذلك ان العزم الذي نتج من وزن الجسر هو عزم اقل من عزم التشقق التي تقاومها الخرسانة طبعا منطقة الشد هنا في الاسفل منطقة ضعيفة لكنها تستطيع مقاومة الشد بقيمة بسيطة جدا وطبعا لكل كود معادلات الحساب اجهادات الشد للخرسانة في الاسفل نفترض ان العزم الذي تعرض له هذا الجسر التي جاء للسلفويت الوزن الذاتي عبارة عن خمسة وعزم التشقق المقاوم بهذه المنطقة هو سبعة في هذه الحالة لا زال الجسر هنا بكامل مقطع ولم يتعرض التشققات لان العزم الذي يتعرض لها الجسر النتيجة للوزن الذاتي اقل من عزم التشقق المقاوم نأتي الى المرحلة الثانية وهي المرحلة التي يصبح فيها الجسر معرض لأحمال السيرفيس لود وأحمال السيرفيس لود هي الأحمال ديد لود زائدا لايف لود بدون تصعيد الذي بدون الضرب في معاملات التكبير للأحمال في هذه المنحلة الجزء سوف يزداد إنحنائه ويصبح معرض لعزم أكبر من الخمسة ولنفترض أنه أصبح العزم هنا عشرين في هذه المنحلة أصبح العزم الذي يتعرض لها الجزء أكبر من عزم التشقق وبالتالي أصبح مضع الجزء هنا لو رسمنا أيضا المحور المحايد في هذه المنطقة أصبحت المنطقة هذه كاملة أسفل الجزء هنا تتعرض لتشققات هذه المنطقة والسبب في ذلك أن العزم يتعرض للجزء أكبر من عزم المقاومة التي تستطيع عند قاومه هذه المنطقة وبالتالي أصبحت هذه المنطقة من الخرسانة لا قيمة لها وخرجت عن نطاق العمل وتبقى فقط من الخرسانة التي هي منطقة الضغط وطبعا عندما يبدأ العزم يتعرض الجزء يتجاوز عزم التشقق للخرسانة المقاوم يبدأ الحديد الموجود في الأسفل بالعمل حيث أنه في هذه الحالة يصبح مقاوم لجميع العزوم الأخرى التي تتجاوز العزم السبعة وبالتالي أصبح المقضح هنا عبارة عن منطقة الضغط في الأعلى وحديد سفلي في الأسفل أما الخرسانة الموجودة هنا التي تصل ما بين منطقة الضغط والحديد فائدتها فقد ربض الحديد السفلي مع منطقة الضغط لكن كأهمية إنشائية وتصميمية ليس هناك لها تأثير أما بالنسبة للمرحلة الثالثة وهي عندما نعرض الأحمال المصعدة على الجزء الذي هي مثلا حسب الكود الأمريكي 1.4 deadload زادا 1.6 live load أو البريطاني 1.4 deadload زادا 1.6 live load في هذه المرحلة يصبح المقطع لاحظوا لو عمنا هنا المحور المحايد بتصبح المنطقة يتعرض للشد المتشققة كبيرة لأنه بدأت منطقة الضغط تقل وعندما يصل الحمل إلى الألتيمت بيبدأ يحصل انهيال لمنطقة الضغط ويصبح أيضا الحديد في الشد يصل إلى مرحلة الخضوع ويصل إلى مقاومته القصوى ومن خلال هذه الثلاثة الحالات نستنتج أن المنطقة التي تكون في الأسفل يتعرض للشد من الجسر وكذلك إذا كان لدينا مثلا جسر مستمر فسوف يتعرض هنا إلى عزم سالب أي أن المنطقة هذه تكون في الشد فأي منطقة تتعرض لشد في الجسور أو العناصر التي تتعرض لها بشكل عام جسور أو بلاطات تصبح مهملة لأنها تتعرض لشقوق وذلك عندما يتعدى العزم يتعرض للجسر العزم المقاوم للشد للخرسانة وطبعا العزم المقاوم للخرسانة هو عزم بسيط جدا يعني بمجرد ما تصل الأحمال إلى السيرفريتي تكون العزوم التي تتعرض لها الجسر قد تعدت مقاومة الجسر للشد بشكل كبير ولذلك فأن جميع الأكواد التصميمية عندما نصمم العناصر التي تتعرض لإنحناء مثل البلاطات والجسور فأن الأكواد تهمل منطقة الشد في التصميم وتأخذ من الخرسانة فقط منطقة الضغط أما منطقة الشد فيتم استبدالها بحديد التسريح طيب إحنا بنطلق على المرحلة الأولى مرحلة المرونة والمرحلة الثانية والثالثة بنطلق عليها مرحلة اللدونة ما معنى ذلك؟ معنى أن الجسر في الحالة الأولى عندما تعرض لسيلفويت والعزم الذي ينتج من ذلك أدل من عزم التشقق بمعنى أنه عندما تعرض الجسر لإنحناء لم يحصل للتشقق طيب في هذا الحالة لو أزلنا الوزن الذاتي على الجسر سوف يعود إلى وضعه الأفقي بدون إنحناء وسبب عودة الجسر إلى وضعه الأفقي بدون بقاء منحني هو عدم تعرض إلى تشققات لكن في الحالة الثانية والثالثة لو قمنا الآن وأزلنا حمل الديدلود واللايفلود بشكل كامل بعد أن حصل للجسر هذا التشقق ففي هذا الحالة لا يعود الجسر إلى وضعه الطبيعي وإنما سوف يبقى متشوه وفي هذا الحالة تسمى حالة اللدونة حالة اللدونة هي الحالة التي لا يعود فيها العنصر إلى مثلا شكلها الأصلي قبل التشوه وفي الحالة الثالثة الذي هو الألتمت فإن الجسر في هذه الحالة أصبح معرض للإنهيار يعني بعد حالة اللدونة تأتي مباشرة الإنهيار حيث أن الجسر أولا يبدأ بتشكل أو تشوه بسيط ثم يبدأ بعد ذلك بتشوه أكبر تحت أثير السيرفبيليتي ثم بعد ذلك يصل إلى حالة الإنهيار عندما يتعرض إلى الأحمال الألتمت وطبعا هذا الكلام ينطبق على البلاطات أيضا وينطبق أيضا على الأعمدة والجسور طبعا الأعمدة عندما تبدأ تتعرض لعزوم بشكل كبير فيبدأ هذا الجز يتعرض لشد وهذا يتعرض لضغط لكن عندما تتعرض الأعمدة لضغط بشكل كامل تتعرض لقوة محورية فقط أو الحوائض القص ففي هذه الحالة يصبح المقطع كامل معرض لضغط ولا يتعرض لتشققات ويشتغل العمود في هذه الحالة بكامل مقطعه ولذلك فإن جميع العناصر الخلسانية المكونة لأي منشأ وخاصة العناصر التي تتعرض لإنحناء مثل الجسور والبرادات عندما تصل إلى حالة الأحمال السرفبليتي أو الألتميت فإن مقاضعها لا تعمل بكامل جسائتها لماذا؟ لأن عمق المقطع هنا أصبح قليل بسبب خروج جزء من الخلسانة التي تتعرض لشد عن العمل وذلك نتيجة للتشققات في هذه المنطقة وأصبح الذي يعمل في المقطع فقط هو المنطقة الضغط هذه المنطقة وكذلك حديد التسريح في منطقة الشد أما هذه المنطقة فلا وجود لها طيب نتيج إلى البرنامج ونوضح الكلام السابق وعلاقته بالتحليل طبعا إحنا في هذا المشروع قمنا بتعريف مقاضع الأعمدة والجسور وعرفنا مقاضع لها التي البي والإتش وأيضا عرفنا سماكة للبلاطات وقمنا بعد ذلك بعملية النمذجات ثم انتقلنا بعد ذلك إلى عملية التحليل في عملية التحليل الإنشائي الأحمال الذي كانت مسلطة على الجسور هي الألتيمت لكن البرنامج عندما حلل هذا الجسد لحساب العزوم وقوى القص اعتبر أنه بكامل مقضع أي أن المقضع اشتغل بالإتش كامل ولم يعرض إلى تشققات وإحنا قلنا أن المقضع عندما يصل إلى حالة الألتيمت أو حالة السيرفيريتي فأن هذه المنطقة لا تعمل وبالتالي يتقل جساءة المقضع فلذلك لا بد أن نوافق بين الناحية التحليلية والناحية التصميمية أي أن البرنامج لازم أن يأخذ اعتبار تخفيض هذه المنطقة عند عملية التحليل طيب يوجد طريقتين لنأخذ تأثير المقاضع المتشققة عند عملية التحليل الإنشائي إما أن نستخدم طريقة التحليل اللدن وهذا النوع من التحليل هو تحليل دقيق حيث أنه عند عملية التحليل الإنشائي يأخذ تأثير هذه التشققات لأنه يقوم بالتحليل على مراحل حيث يصلد مثلا حمولا معينة ثم بعد ذلك يدرس سلوك الجسر أو إنحناء ثم بعد ذلك أيضا يعرض إلى أحمال أكبر ويدرس أيضا سلوك الجسر فإذا بدأت تشققات فإنه يقوم بتخفيض جساءة المقضع تلقائيا ولكي نستخدم هذا النوع من التحليل بنذهب من define load case ونختار هنا عند الديد load modify ونختار بدل linear static نختار non-linear static وكذلك للlife load لكن هنا في نقطة مهمة جدا أن هذا النوع من التحليل يتوجب أن يكون المهندس على إدراءة كاملة بمعاملاته لأنه أنت بتقول هنا في موضوع آخر الذي هو الله خطيه في الأبعاد والله خطيه في المواد ومواضيع أخرى الذي معاملات الكراك والزحوة فلذلك التحليل الله خطي يعتبر نوعا ما معدد وأصلا ما نحتاج أن نستخدمه إلا في بعض الحالات الخاصة مثل عندما نحسب الانحراف طويل الأمر long term deflection أيضا عندما يكون لدينا بحور كبير جدا ويكون هنا في تشوهات كبيرة وأيضا في المباني العالية جدا أو المباني بتعرض الأحمال الجانبية كزلازل والرياح في هذا الحال يبدأ استخدام التحليل الله خطيه مهم لكن في المشاريع العادية والتي لا يحصل فيها تشوهات كبيرة نحن نتجنب هذا التحليل ونستخدم التحليل الخطي المرن الطريقة الثانية أننا نستخدم التحليل اللينر ستاتيك الذي هو التحليل الستاتيكي الخطي طبعا معنى كلمة ستاتيك أن الأحمال ثابتة لا يتغير قيمتها مع الزمن ولينر معنى أنه سلوك المادة سلوك مرن طيب التحليل الخطي وهو الذي نستخدمه دائما والذي بيكون موجود بشكل افتراضي لجميع حالة التحميل بيفترض أن المقاطع بتعمل بكامل جسائتها يعني بل إتش كامل أي أنه عندما يتعرض هذا الجسر هنا في البرنامج إلى حالة الألتيمت ففي هذه الحالة بيتعرض لإنحناء ويتعرض أيضا لعجل لكن هذا الإنحناء إذا أزلنا الألتيمت سوف يعود إلى وضعه الطبيعي أي أن المقاطع لم يتشكك وهذا طبعا مخالف لسلوك الوادع أو سلوك الناحية التصميمية وبالتالي لكي نستخدم هذا النوع من التحليل لا بدنا نجد حل يأخذ في الاعتبار تأثير التشككات في المقاطع لكي يتوافق الناحية التحليلية هنا في البرنامج مع الجانب التصميمي إما أننا ننمذج المقاطع بحيث نأخذ RH لها هو عبارة عن عمق منطقة الضغط الذي هذه المنطقة زائدا ما يكافئ المقطع من حديد التسريح أي أننا نقوم بعملية حسابية نحول حديد التسريح إلى مادة خرسانة وطبعا تحويل الحديد إلى ما يكافئ من خرسانة يتطلب إجراء بعض الحسابات وأيضا يتطلب مننا أن نكون قد تصممنا الحديد طبعا لازمنا في التحليل الآن فلا يوجد معنا حديد تسريح فلذلك هذا الحل يعتبر حل غير مناسب الحل الثاني وهو الأبسط أننا نقوم بتخفيض الـ H بقيم تقريبية تأخذ في الاعتبار إهمال هذه المنطقة كأن مثلا نخفض الـ H بنسبة على سبيل المثال بوينت فايف بحيث أننا عندما نعرف مقطع الجسر يكون مقطعه مثلا خمسين لكن عند التحليل نطلب من البرنامج أنه يأخذ فقط عمقع على أساس أنه خمسة وعشرين لكن النسبة هذه التي مثلا افترضناها بوينت فايف لابد أن تكون قيمة مقاربة لسلوك الواقع لأنه عندما مثلا نخفض بنسبة كبيرة قد ربما تكون هذه المنطقة ليست كبيرة وبالتاني فإن القيمة افترضناها تعتبر غير منطقية لأننا نصغرنا المقضع بشكل كبير طيب لو انتقلنا إلى الكود الأمريكي في الوحدة السادسة في الفقرة 6.6.3.1 فإن القود بدأ يجب لنا معاملات لاستخدامها في الحل الثاني يقولنا تخفيض الجساعة مع استخدام التحليل المرين هيتذكر في هذا الجدول أنه التخفيضات هذه بتستخدم للمقاضع عند استخدامك للتحليل المرين وفي حالة الفكتور لود ليفل يعني عندما توجد العزوم باستخدام الأحمال المصعدة فالأعمدة نضرب عزم القصور الذاتي له في بوينت سبعين أي أننا بنهمل من جسائة مقطع العمود تلاتين في المية أما بالنسبة للحوائط فهناك نوعين معانا من المعاملات للتخفيض إذا كان الول أن كراك بنأخذ من جسائته فقط سبعين في المية أما إذا كان يتعرض لكراك مقطع متشقق بنأخذ فقط خمسة وثلاثين في المية من عزم القصور الذاتي طيب الول إذا كان يتعرض لضغط ففي هذه الحالة لا يتعرض للشققات وبيعمل المقطع هنا تقريبا بكامل جسائته ولذلك نحف بيأخذ هنا سبعين في المية بهم فقط ثلاثين في المية أما عندما يبدأ يتعرض الحائط لعزوم كبيرة ففي هذه الحالة يتعرض للشققات وبالتالي تكون منطقة الشققات كبيرة ويجب تخفيضها بنسبة كبيرة بحيث نأخذ فقط خمسة وثلاثين في المية نحن كيف نعرف أن الول أنكراك ولا كراك طبعا الحوائد نحن نبدأ أولا نأخذ سبعين في المية ثم بعد ذلك نحسب العزومة يتعرض لها الول ونقارنها بأقصى عزم تستطيع مقاومتها بخلسانة للتشقق فإذا كان العزم الناتج من البرنامج أكبر من عزم التشقق في هذه الحالة يعتبر المقطع كراك أما إذا كان أقل في هذه الحالة يعتبر المقطع أنكراك أي أنه لا يتشقق لأن العزم يتعرض له أقل من مقاومة الخلسانة للتشقق وبشكل عام يعني عمليا تعتبر الحوائد في المباني اللي يتعرض الأحمال الرأسية فقط ديت لوت ولايف لوت تعتبر عناصر معرضة لضغط والعزومة اللي بتكون عليها بسيطة جدا وبالتالي يكون التشققات هنا تأثيرها أقل وبنقذ سبعين في المية أما في حالة الحوائد التي تتعرض لأحمال جانبية عالية وكذلك إذا كان لدينا حوائد خزانات مياه بحيث أنها بتتعرض لأحمال خارج مستويها ففي هذه الحالة بيبدأ التأثير التشققات يكون كبير على الحاد وبنأخذ 35 في المية أما بالنسبة للجسور لاحظوا أنه بنأخذ فقط من جساة المقضع 35 في المية لاحظوا هنا نسبة التخفيض كبيرة جدا في الجسور لأن الجسور تعتبر عناصر تتعرض لإنحناء بشكل كبير ويكون فيها التشققات بنسبة كبيرة وبخصوص البلادات لاحظوا أنه بنأخذ فقط 25 في المية من الجساة لاحظوا أنه أعلى تخفيض للجساة هو للبلاضات لماذا؟ لأن البلادات أولا عناصر إنحناء مثل الجسور وأيضا سماكتها بتكون بسيطة وطبعا عندما تكون سماكة البلادات بسيطة ففي هذه الحالة تأثير التشققات بيكون كبير لكن لدينا هنا جدول آخر يحسب تخفيض أزم القصور الذاتي لجميع العناصر بصورة أدق لأن تحديد منطقة التشققات هنا في الأسفل يتأثر بعدة عوامل يتأثر بكمية الحديد الموجودة هنا يتأثر أيضا بنوعية الأحمال يتعرض لها الجسر هل هي كبيرة أم صغيرة وأيضا بظروف الاستناد استنادها مع الأعمدة ولذلك أوجد الكود هنا جدول أكثر دقة نستطيع من خلاله حساب كم عمد هذه المنطقة أي كم نخفض من المدقع ونأخذه في الاعتبار عند أمريات التحليل وذلك عن طريق العلاقة التالية حيث أنه في الكولوم والول نأخذ الاي بيساوي بويند ايت زائد 25 في لي اس على ال اي جي في قوس واحد ناكسا اميو على بيو على ايت ناكسا بويند فايف بيو على بي زينو الكل في اي جي يعني معامل التخفيض هو هذا كامل وبالنسبة للبيم لدينا هذه العلاقة وراحظوا من خلال هذا الجدول أنه بيحدد لنا هنا المينموم والماكسموم بالنسبة للعمد والجسور يعني أنت عندما تحسب بهذه العلاقة إذا كانت القيمة أقل من 35 فأنت تأخذ 35 وإذا كانت أكبر من بويند 87 فايف فتأخذ هذه القيمة وكذلك بالنسبة للجسور والبلاضات أقل قيمة بويند 25 وعلى قيمة بويند 5 لكن لاحظوا يا جمانتسين أنه هذه العلاقات فيها متغيرات إحنا لم نصل إليها لحد الآن لاحظوا لدينا هنا ال-ES ال-ES أصلا هذه مساحة حديد التسريح وحنا أصلا لم نصمم المغضاء أيضا لدينا هنا ال-EMEO ال-EMEO هو العزمة التي يتعلقنا المغضاء فهذا الجدول بيطلب مننا أولا أننا نفترض أن المغضاء يعمل بكامل جسائته ثم نحسب له حديد التسريح ونحسب له ال-EMEO ونحسب ال-BIO لكوة المحورية ثم نأتي للطاوي في هذه العلاقة ونحسب ال-EG ثم نعود مرة أخرى وندق المعامل التخفيض ونعيد عملية التحليل وهذا ما يطلب مننا جهد كبير جدا ولذلك نستخدم هذا الجدول للتسهيل أيضا في نقطة هنا نود أن نوضحها سيذكر الكود في هذه العبارة أنه في حالة البرستفريم والبرستفريم معناه أن تكون الأعمدة مقيدة أي أنها لا تقاوم أحمال جانبية تقاوم فقط أحمال رأسية فقط في هذه الحالة ممكن تأخذ الجساءة النسبية للجسور 0.5 eg وللأعمدة تأخذها eg كاملة أي أنك تخفض الجسور برسبة 50% أما الأعمدة فتأخذ جساءتك كاملة وممكن أيضا تستخدم النتائج الذي وضحناه في الجدول السابق لكن لماذا هنا الكود يسمح لك أن تأخذ 0.5 للجسور والجساءة المقطع العمود في حالة البرستفريم لأن الأعمدة والجسور عندما تكون معرضة لأحمال رأسية فقط لا تتعرض لأحمال جانبية تكون التشوهات فيها بسيطة جدا وفي هذه الحالة لا يطلب تخفير جساءتها بشكل كبير لكن عندما يكون نظام الإطار سوي لاحظوا هنا بعد أن نذكر هنا إذا كان سوي ثريم أي أن الأعمدة والجسور تساهم في مقاومة الأحمال الجانبية ففي هذه الحالة لا بد أن نستخدم المعاملات التخفيضة التي ذكرها الكود في الجدول 6.6.3.1 بالإضافة إلى أنه يوجد تعديلات على الفاكترات الموجودة في الجدول هذا اللي ذكرناه إذا كان حيتذكر الكود هنا أنه في حالة فإن القيم التي في الجدول لابد أنها تقسم على 1 زائدا بيتا دي اس طبعا هذه عبارة عن حالة متعلقة بالأحمال الجانبية